مساء الخير يا جماعة انا النهاردة جاي اكلمكم في الفيديو ده عن الناس محبين السفر لخارج الدول بتاعتهم او خارج مصر بالذات لو هنتكلم عليها بما اني مصرية ازاي ان احنا نقدر نخطط لسفريتنا برا مصر كتير من الناس لما بيجوا يسفروا برا مصر بيرجعوا ما بيكونش مبسوطين ايه السبب من ده تلاقيهم مسلا ما بيبقوش مرتبين لرحلة بتاعتهم كويس ما بيبقوش حاجزين كل حاجة من هنا ما بيرتبوش صحة لكل حاجة فبالتالي الوقت بيضيع عليهم هما هناك برا ما بيستفدوش بكل الوقت ولا بيعرفوا يعملوا معظم البرامج اللي بتبقى ممكن انها تتعامل هناك فبالتالي في الفيديو ده ان شاء الله هوضح لكم على قد مقدر كل الحاجات اللي نقدر نرتب بها كل حاجة بحيث تبقى رحلتنا جميلة وتبقى نرجع منها مبسوطين وكل حاجة تبقى مترتبة ومريحة من غير ما نلاقي اي مجهود خالص طبعا لو هنيجي مثلا هنسافر برا مصر فطبعا هيبقى مثلا لو نفترض معايا الباسبور المصري انا بتكلم على اللي هم حاملين الباسبور المصري تمام في دول هتحتاج فيزا في دول تانية مش هتحتاج فيزا طيب لو الدول اللي بتحتاج فيزا طبعا اغلبنا عارفين ان هو لازم يكون مثلا معنا الـ HR letter اللي وإحنا بنشتغل في مكان لازم يكون في حاجز طيران لازم يكون في bank statement حساب في البنك لاخر ستة شهور لازم يكون في حاجز فندق ممكن الكلام ده يكون حاجز مبدئي وبمشي بقى في إجراءات الفيزا وبكمل تمام بالنسبة بقى للدول اللي ما بتحتاجش فيزا لو انا حاملها الباسبور المصري هم 16 دولة بدون فيزا و27 دولة بإلكترونيك فيزا اللي هي اسمها E-Visa فيزا إلكترونية وفي 21 دولة بتحتاج فيزا وصول وأنا في المطار اللي هي اسمها On Arrival Visa تمام طبعا فيه سايت على الانترنت ممكن أن أنا أجيب منه أسامي الدول اللي بتحتاج بدون فيزا أو الدول اللي هي بحتاج فيها Electronic Visa أو الدول اللي هي On Arrival Visa زي مشارحت لكم هسيب لكم ده اللينك بتاعها في صندوق الوصف حيث تقدروا تعملوا سرشة عنها وتعرفوا كل المعلومات طيب لو أنا بقى يعني المفروض قبل مسافر المفروض أرتب كذا حاجة في دماغي تسع حاجات تمام أول حاجة الطيران رقم اثنين البيت رقم تلاتة التنقلات رقم اربعة الأكل رقم خمسة الأماكن اللي هزورها هناك رقم ستة التأمين الصحي رقم سبعة الانترنت رقم تمانية الراحة داخل المطور لو أنا من النوع اللي بتعبوا ما حبش ألف فوعمل شو بينك في المطور رقم تسعة دي نقطة ليها علاقة مسلا مفترض له بدولة المالديف مسلا عشرح لكم بقى المسال ده وإحنا ماشيين آآ اللي هي آآ بتحتاج حجزات مسبقة تمام طيب بالنسبة هنتكلم عن الطيران أو النقطة الطيران آآ ممكن أحجزه عن طريق كذا حاجة عن طريق آآ سكاي سكانر مسلا ده أبليكيشن وبرده آآ ممكن آآ يعني أبليكيشن وممكن كمان يكون اللي هو السايت دوت كوم تمام آآ السكاي سكانر آآ كويس آآ مسته إن هو آآ بتقدر تعمل منه فلترة آآ لكل التيكتس بتاعت الطيران بتاعتك وتقدر تحجز من عليها آآ بس الفكرة إن في مشكلة هتقابلني في السايت بتاع سكاي سكانر إن مثلا أنا مش هقدر إن أنا آآ آآ أعمل للتيكتس بتاعتي اللي أنا حجزتها آآ وهو بقى أبكي بقى ويغني على ليليه بقى ووزعل وكده طيب وليه فأنا من الآخر كده آآ ببساطة بقدر استعمل برنامج سكاي سكانر آآ فإن أنا بس بعمل فلترة آآ من خلالها بقدر إن أنا آآ آآ أشوف المعيد الرحلات اللي هتنسبني الرخص بتاع الرحلات أنهي سعر رحلة أرخص آآ وبقدر بقى أدخل مسلا على إيجيبت إير لو أنا لقيت حاجة عربتني في إيجيبت إير آآ من عن طريق سكاي سكانر آآ وممكن مسلا أحجز من على آآ آآ ممكن أحجز يعني من كزا شركة سياحة تمام؟ يعني من الآخر إن أنا بدخل على سكاي سكانر بعمل فلترة بشوف إيه الشركات السياحة المناسبة آآ اللي بقدر إن أنا أحجز آآ من عليها آآ وبدخل بقى على المين سايت بتاعهم وأكتب الموعيد اللي لقيتها في سكاي سكانر دي وبيتم الحاجز عادي جدا بتاع التيرون تمام؟ في آآ حاجة تانية بالنسبة للتيرون اسمها إيزي جيت تمام؟ دوت كوم أو أبليكيشن برضو هو تمام؟ آآ بقدر إن أنا من خلاله آآ يعني آآ نفترض إن أنا آآ آآ مسلا هشرح لكم مسلا لو أنا في 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 مصر يعني نزل لمصر آآ بلاش إن أنا مسافرة بره آآ آآ فلو أنا مسلا آآ آآ جاي من أمريكا على مصر فهيكون آآ 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 برج هيكون قصدي المسلا من مطار أمريكا معين آآ آآ لغاية مطار الكاهرة هيبقى بسعر تسكرة فلاني أو معين آآ غير لما يبقى مثلا جاي من أمريكا على مطار برج العرب هتبقى بسعر مختلف تماما آآ آآ ده بتختلف في الظروف كتير وكده وبرضو آآ بيحسبوا الأميال وحاجات كده بصراح أنا يعني معرش فيها آآ آآ طيب آآ آآ بيسهل عليهم جدا ان هما آآ 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 مسلا لما يبقى معا طبعا أنا قول بوصل مطار وكده بصرا لهم التيكت رمعهم رقم الرحلة ورقم كل حاجة بيانات السفر بتاعتي والتيكت بيكتبوها يعني الابليكيشن ده بيبقى بالنسبة لهم بيعملوا ليات تراكينج مثلا انا ركبت الطائرة الساعة كام وصلت فين فاضل لي قد ايه كل الكلام ده سهل جدا ومعظمنا بيستعملوا وما فيش فيه اي مشكلة خالص حول الجارة بتخلكم عليه دلوقتي هو تعقب مباشر للطيران تتبع رحلات تمام نجدها بالآلانات دي بقى تمام بيقول لي ان هو انت عايز ان هي تبقى محدد اللوكيشن بتاعك او لا اكيد طبعا يعني ماشي او حتى لو انا هعمل ديناي دلوقتي برضو عادي تمام بس بنبدأ بقى نشوف اهو تتبع مباشر لرحلات الجوية رقم الرحلة الجوية عدد الطريق الطريق عدد الاميال وصول المطار كل الكنام ده بقدر اعمل منه تتبع عادي جدا وقادي الماب كلها وسهلة خالص مفيش فيها اي مشكلة في الاستعمال بتاعها نيجي مسلا ندخل هنا هو تتبع مباشر لرحلات الجوية البحس عن طريق رقم الرحلة البحس عن طريق رقم الزيل انا بصرح ما عرفش ايه رقم الزيل ده البحس بالطرق وصول المطار والمغادرة برضو بتقدر من خلال الابليكيشن ده تحدد اللغة بتاعتك بس في برضو ممكن التقييم وهكذا يعني يعني برضو سهل خالص واستعماله بسيط جدا وجامد بصراح حلو قوي 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 يعني طيب تاني نقطة هنتكلم عنها اللي هي البيت او النوم او النوم تمام اه البيت ده انا ممكن اعمله عن طريق تلات حاجات اه ممكن عن طريق ان انا اكون في هوستل ممكن اكون في قتيل ممكن اكون اه اعطفر عند حد يعني ما كان عند حد مسلا اه ممكن كمان ان انا اه بحجز شقة بأجر شقة او بأجر قوضة اه ممكن كمان ان انا انزل عند ار اي بي ده لو طبعا يعني مش كل الدول السياحية هيكون فيها ار اي بي طيب لو هنتكلم عن اول حاجة اللي هو الهوستل فها ممكن عن طريق اسمه هوستل ده بدخل عليه اه بحجز الهوستل بتاعي اه بحجز مكانه فين بحدد كل حاجة عنه الحاجات اللي انا عايزها فيه اه هل هو مسلا اه بنات بس اه ولاد بس يكون مشترك ولاده بنات على حسب ما احدد اه بقدر احدد ان انا عايزة يكون في اه يعني يكون شيرد يعني مشترك او لأ اه بقدر احدد المكان بتاعه زي ما قلت لكم تمام بالنسبة الحاجز الهوتل طبعا فمن على طريق السايت بتاع بوكينج دوت كوم او من على طريق السايت بتاع الوتيل نفسه تمام بقدر ان انا احجز بقى كل حاجة حدد موعيد رحلة بتاعتي اه واقدر ان انا احجز من عليه كل الحاجات اللي انا عايزها ما شايفق فيه اي مشكلة خالص تمام طيب لو انا هنزل اه في مكان عند ناس تمام اه فالمفروض ان في اه برضو او سايت اسمه كاوتش سيرفينج تمام اه الكاوتش سيرفينج ده اه بقدر من خلاله ان انا اه بنزل مسلا عند ناس معينين نفترض ان انا هنزل مسلا في المانيا فانزل مسلا عند ناس المان اقعد معاهم اه بس بشارت ان انا يعني بقدفع مبلغ رمزي عندهم وكل حاجة اه بمقابل ان انا مسلا باكل عندهم ونام عندهم وكل حاجة اه بس اه مش الفكرة بقى ان انا هعطولي اليوم برا الف واروح واجي واجي بس في الاخر على النوم لأ هيتضايقوا من كده وهيكتبوا عني في الابليكيشن ده او السايت ده اه ان انا مش تمام فبالتالي لما اجي انزل عند ناس تانية هيرفضوا النزول بتاعي او الاقامة بتاعتي عندهم فهم من الاخر كده اه الكاوتش سيرفينج ده اه بيخليك ان انت تقدر اه تقعد في المكان عادي ما فيش فيه اي مشكلة بمبلغ رمزي بس في المكان قبل ان انت يعني قعد من الاخر بتشتغل ونايم بلقمتك اللي هو هتساعدهم في الطبخ هتساعدهم في تنضيف الشقة بتاعتهم اه هتساعدهم مسلا هم عندهم جاردن مسلا تصبت معهم حاجات في الجاردن لو في اي حاجة كده تمام? ده بالنسبة لو احنا هنعود عند ناس طيب اه بالنسبة لو احنا عايزين نعود في شقة او في قوضة تمام? في اسمه اير بي ان بي. اير بي ان بي. اه ده اه هشرح لكم اه بعد شوية ازاي ان احنا نقدر نستعمله لان هو بصراحة اه تمام? اه هشرح لكم عليه كل حاجة اه تقدروا ان انتو تستخدموه بسهولة جدا وما فيش في اي مشكلة تمام? يعني انا من الاخر اختياري رقم واحد اه بيبقى القتيل. رقم اتنين بتبقى على بتاع اير بي ان بي. تمام? ده لو انا مش حابة انزل في قتيل فبالنسبة لي بيبقى اير بي ام بي افضل حاجة افضل من بوكينج دوت كوم وافضل من شفن. بالنسبة لو انا في ارايبي ولا حاجة عن نزل الالمانيا في ارايف في المانيا تمام? في ارايف في الفرنسا تمام? نزل امريكا تمام? اه نما مسلا هروح تركيا مسلا مع عنديش ارايف في تركيا فهعمل ايه? فخلص بالنسبة لي الابشن ده. مالغي تماما? هبدأ اشوف بقى من الابشنات اللي هي دي المساقفية يا جماعينا النهاردة جاي اكلمكم عن مهم جدا ليه علاقة بالصفر برا مصر جوه مصر ده من ضمن المهمة جدا للصفر يمكن معظم الناس اللي بتحب تسافر بتعرف تستخدم الابليكيشن ده وفي ناس تانية لسه لغاية دلوقتي يعني خسارة بجد ان هما يعرفوش اي حاجة عن الابليكيشن ده خونس فان شاء الله انا في الفيديو ده هوضح لكم كل حاجة خاصة بالابليكيشن وازاي نستعمله وازاي بنحجز بنعليه كل حاجة اللي ليه علاقة مسلا بالصفر وخصوصا البيات او الانشطة او الحاجات دي كلها خليكم معنا الابليكيشن وهي يا جماعة اسمه اير بي ان بي تمام اير بي ان بي هنيجي بقى ندخل على الابليكيشن طبعا انا نزلته سواء بقى مثلا عندكم الموبايل النظام اندرويد فبتنزله او برضو الايفون بينفع تنزله عادي مفيش اي مشكلة فبننزل على الابليكيشن او انو بننزله بيختار بيقولك انت حابب تروح فين تمام فبادوس عليها طبعا انا ممكن اعمل اللي هي اللي هو ممكن ان انا احدد عن طريق اللوكيشن بتاعي او الجي بي اس المنطقة اللي انا موجودة فيها وهو بيحدد لي كل اللي حواليها او الحاجات المتاحة اللي حواليها تمام ممكن برضو هو مكترح علي حاجات قريبة جدا مني بما اني مثلا في جمهورية مصر العربية بيقولك في هارجادا وفي العين السخنة ودهب وشارم الشيخ وسكندرية ويعني حاجة كتير تمام فالمهم انا مثلا نفترض ان انا عايز اكتب وجهتي عايز اروح تركيا تمام فبكتب في السرش تركي تمام جاب لي بقى حاجات كتير جدا في تركيا يعني مثلا هل تركيا كلها اسطنبول بس انطاليا او الانيا كذا حاجة تمام فانا مثلا نفترض ان انا عايز انزل في اسطنبول فبدوس عليها فجاب لي ايه بقى فايند بليس تستي يعني اختر مكان تقعد فيه سواء بقى بيت هوم او روم قوضة واحدة يعني ممكن معنى كده ان انا ممكن احجز قوضة في البلد اللي انا رايحة فيها اند مور يعني او اكتر تمام حاجات التانية بقى دي مثلا سفاري حاجات تانية ايفنز حاجات زي كده مناش علاقة بيها فاحنا دلوقتي نخلينا في الايه في الحجز مثلا البيت بقى هكتب ايه اختار او الاختيار جاب لي بقى جاب لي الكالندر او اللي هي التقويم طلب مني بقى بيقول لي انت عايز تحدد معاد امتى ولا انت فليكسبل يعني الدنيا سهلة بالنسبة لك تقدر ان انت يعني على حسب بقى مفيش عندك مشكلة او مفيش معاد محدد انت عايزه فانا افترض مسلا ان انا هقول عايزة احجز في شهر اغسطس مسلا تمام نقول مسلا عشر اغسطس تمام انا كده المفروض ان انا حددت يوم واحد طب انا هعد كم يوم نفترض ان انا هقول من عشرة لعشين تمام بعد كده هعمل اللي هو التالي تمام كم ادلت يعني كم شخص بالغ فمسلا انا هقول فاردين مسلا تمام الاطفال زيرو مسلا الردع برضو زيرو تمام اعمل سيرش بحس جاب لي بقى عدة اختيارات كتير جدا بالاشكال بتاعت كل الاماكن اللي انا ممكن انزل فيها المتاحة تمام طيب انا ممكن اعمل فلتر اكتر من كده في البحث واشوف بقى انا محتاجة ايه يعني محتاجة واي فاي في المكان محتاجة نظام اللي هو التسخين تمام اللي هو زي التكييف بس السخن عايزة مجفف شعر عايزة مطبخ عايزة ايه بالزبط تمام فمسلا نفترض ان انا هقول عايزة طبعا واي فاي اكيد عايزة هير دراير مثلا اني بنت بعد كده مثلا اه ممكن اشوف ان هو يعني انتاير بليس ولا برايفيت روم ولا هوتل روم ولا ايه ما فيش مشكلة يعني هو براحته بقى تمام المهم بقى هنا بيقول لي انت عايزة الرنج بتاع السعر في الليلة كام تمام اللي هو هو جايب لي من اول عشرة دولار لغاية الف دولار طبعا الف دولار كتير جدا على بيات يعني تمام بما ان لسا في حاجة هنعملها ممكن نعمل مسلا نشتري حاجة نعمل شو بينج لسا في تذكر طيران لسا في فيزا اه والناس بتحاول ان هي يعني يتزبط التكاليف في السفر بحيس تكون مناسبة فمسلا انا هقول طبعا من اول عشرة دولار هقول مسلا لغاية نفترض يعني لو هنعمل قليل قوي 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 يعني تمام نخليها مسلا لغاية تلاتين دولار في اليوم تمام اوكي يبقى هو هيجيب لي فرنج ده نلاحظ بقى ان هو جايب لي تلتميت مكان تمام انا كوي يحنا بقى عملنا من اول اه عشرة دولار لغاية تلاتين دولار تمام اه هو بقى بيقول لي مسلا انت عايزة كام سري فبما اني ان انا قلت فردين فاقول مسلا سري تمام طيب اه كام قوضة هقول مسلا قوضة واحد تمام الحمامات مسلا هقول حمام واحد مسلا او حمام خليهم حمامين تمام بيقول لي بقى يعني المرونة في ان انت ممكن تكنسل الحاجز بتاعك او طبعا عشان ما يطلبش مني ان انا لازم ادفع مسلا مسبقا بعد ان تفصل مشكلة في الفيزا يبقى انا كده راحت عليا الفلوس بتاع المكان او الاقامة ما دي اجدعو بيها تمام اه لو تلاحظوا ان الاول كان العداد ده تلتمية كل ما بختار حاجات يا اما العداد ده بيزيد يا اما بيقل تمام على حسب الاوبشن المتاح تمام واعمل بقى شو عشان اشوف ايه اللي موجود في الاوبشنز اللي انا مختراها وبالشروط اللي انا عايزاها طبعا هو جايب لي الماب دي الخريطة دي ممكن انا نقي منها محدد لي مثلا هنا والله ب 15 دولار في اليوم هنا ب 29 مش عارف ايه انا ممكن بقى اقرب وازوم وبعد بقى واشوف ايه المنطقة واسمها ايه وكده بس انا مش هدور بالكلام ده يعني عشان برضو ايه احاول اسهل عليكم شوية هنرجع بقى هيقول لي دي بقى كل الاماكن الموجودة ده مثلا ب18 دولار في الليلة ده ب19 دولار في الليلة في نفس المواطق اللي انا عايزة اه دي مسلا بيقول لي ان هي في في منطقة اسمها باشكتاش في تركيا منطقة اسمها شيش لي مسلا اه فانا هقلب كده مسلا لغاية ما نقي مسلا الحاجة اللي هي عجبتني قوي تمام فانا افترض انا يعني مش هدو بقى انقي وكده يعني ايه هحاول ان انا اشوف لكم حاجة على السريعة بحيس بس افهمكم الفكرة نفترض مسلا انا اختار المكان ده في كاراكوي اه ب23 دولار مسلا في الليلة او بلزة عشان مسلا غيلي شوية نشوف ده مسلا اه ب18 دولار في الليلة تمام بيدوس عليه بيجيب لي بقى بيجيب لي صاحبة المكان بسورتها بكل حاجة علشان يبقى ضمان حاجة بقى زي اوبر وكريم والحاجات دي اه اسمها ميرفي تمام بيقول لك هون هو ينفع لتوجست في وان بدروم اه وسرير واحد وحمام ايه مشترك مسلا مسلا يعني تمام بس بيجيب لي بقى ان هو نضيف ولا لا اه ممكن الريفيوهات بتاعته المكان في ايه في مبخ في واي فاي في غسالة في مكان ممكن اعرف اشتغل عليه اللوكيشن بتاعه فين بالزبط عنوان المكان مسلا ده ايه مفيش عنه يعني لا بالسلب ولا بالاجاب هنا ككتابة كومنت لكن ممكن كتوتا الناس بس عملت نجوم ان هو مسلا اه خد يعني تلات نجوم تمام طيب نشوف مكان تاني مسلا تعالوا نشوف ده عشان عاجبني اوي بصراحة لازيز يعني ده بثلاثة عشرين دولار في الليلة اه ندخل عليه الدوي خباق كم من خمسة اربعة بوينت خمسة سبعين يعني حلو جدا يعني تمام سوبر يعني روعة بيقول لك تمام هما تلاتين ما هو واحد من تلاتين دي اول صورة نبدأ بقى نقلب نتفرج على المكان دي المنطقة مسلا بتاعته ده المبخ ده الغسالة بقى والحاجات دي التورقة التويلت النوع الاكل اللي هما بيقدموه برضو يعني ممكن بيبقى في حاجة تبقى مكان شامل الاكل بقى بتاعه لحسب او احنا محددين ايه في الابليكيشن بزا كده تمام برضو ده الفيو مسلا من بلكونة الاودة ده الفيو من تحت دنب بالعمارة تمام اه بس وزي ما اتفقنا هو اسم صحبة المكان ممكن احنا نعمل عادي ما فيش اي مشكلة خالص اللي هو الحجز الغي الحجز يعني يقول لك هو في مبخ في واي فاي في آآ كابل تليفزيون في كزا تلاتة وعشرين حاجة تانية كمان هو بقى كتبها لك زيادة تمام بس آآ واخد اهو اربعة وستين ريفيو كل ريفيو هات اربعة ونص اربعة وخمسة وسبعين يعني حلو جدا بقى سامي الناس اللي عمنا ريفيو في تاريخ ريفيو قد ايه في اربعة وستين ريفيو اهو مفيش في اي مشكلة خالص بس بنحجز بقى زي قتل عادي اكننا بنحجز من على بوكينج فبعمل مسلا بس ببدا بقى زبط الديت واكد عليهم كل حاجة بشوف بقى انظام الدفع ازاي الحاجات دي كلها هدفع بالفيزا ولا هدفع بالبيبال ولا بالجوجل باي ولا باي بالزبط بس وبعمل وخلاص بردو اللي عايز اقول لكم يا جماعة ان فعلا يعني ده في اماكن فعلا كتير حلوة ينفع ان احنا ننزل فيها عادي يعني اه ناس كتير جدا بتسافر وبتنزل فيها عادي مفيش مشكلة يعني بصوا بردو ده شكله لطيف مش وحش يعني بالنسبة لسعر اه روعة مفيش مشكلة ويعتبر بيت خاص بيك يعني زي شقة تمام ممكن بيقى تأجر شقة تأجر يعني بيديك اللي انت تعمل كل اللي انت عايزه اهو شايفين يعني الحاجة شكلها لطيف جدا جدا زي شقة فندقية برضو تمام اه ممكن مسلا نشوف ده شايفين 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 بتلاتة وتلاتين دولار الفردين تمام مش للفرد الواحد واخد ريت فور بوينت تسعة يعني روعة شايفين اصلا الفيو عامل ازاي متقاب بتفطيب بتلاتة وتلاتين دولار بس الفردين شايفين طفة ازاي بصوا حاجة برضو يعني لطيفة يعني مش ما تعتبرش وحشة بالنسبة لسعرها لو احنا مسلا ما بنحبش ننزل في فنادق او بنحب ننزل تققى في شقة مستقلة بينا الواحدينة تمام اه كلام ده بقى مش منطبق على تركيا بس يعني منطبق على كل دول العالم وممكن بردو بما فيهم مصر اي مكان يعني ساحة داخلية وساحة خارجية مفيش اي مشكلة خالص اهو بصوا برضو ده السرير بصوا بيو عمل ازاي برضو انتعد كده في سرية تسحة الصبح تلاقي المنزر ده قدامك ودي اهو البصفور في منطقة السلطان احمد بصوا 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 تحفة يعني مفيش بعد كده على حسب بقى يعني المواصفات اللي انت عايزها بالزبط بتاع بتقدر تعمل فلتر اكتر وتنقي بقى الايه الحاجة اللي انت حابق بها يعني بس بتقدر بقى تبحس كمان في يعني ايه جوه كل منطقة مسلا في اسطنبول جوه كل منطقة مسلا في في حي شنزلزي في اي حتة تمام ما فيش اي مشكلة خالص يعني وابليكيشن سهل جدا ومضمون ونس كثير جدا بتسافر وزي الفل يعني احنا شغالين بيه زي العسل يعني لو احنا حبينا نغير مود الفنادق وكده وعلى فكرة انا محددة كمان لغاية تلتين دولار يعني انا ممكن مسلا اعمل الفلتر بتاعي يعني مسلا ممكن اعمل الفلتر بتاعي مثلا من اول العشرة دولار لغاية مثلا خمساشر دولار مش لازم اوصل للتلاتين ولا لازم اوصل للألف يعني فبرض في حاجات رخيصة وحلوة جدا مرسي جدا لكم واتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعنوة وسيطة شكرا ده كان بالنسبة للسياحة الخارجية طيب ماشي تعالوا فقا نشوف بالنسبة للسياحة اللي جوا مصر تمام نفترض مثلا انا عايز احجز فين عايز احجز في شرم الشيخ تمام برضو زي ما اتفقنا حدد مثلا اهو من يوم عشرة حسب انا عايز امتقى لغاية يوم خمسة عشر تمام من عشرة لخمسة عشر اوكي بعمل سيرش بحس جايب لي باقي اسعاره بس ده بقى في الفنادق اوكي واحدة اربين دولار في الوقت تسعة عشرين دولار وكده انا شايف ان هي ممكن تبقى غالية لبعض الناس طبعا ما ان احنا برضو زي ما اتفقنا هنقلل الرنج نخليها مثلا نجرب المراتي لغاية خمسة عشر دولار من عشرة لخمسة عشر دولار في اليوم اعجاب ستاشر يالله مش مشكلة ادينا مش اكيرت امي هنحجز سريرين نين سرير وان بدروم باسروم واحدة بما انه قتيل يعني محدد سبع اميكن فليكسبوليتي كنسليشن ماشي ما فيش مشكلة في واي فاي طبعا تكييف طبعا هين بقى جاب لي ايه؟ جاب لي ده ما جاب ليش شرم الشيخ تمام ده هو مكان ده طبعا على قد سعره يعني تمام؟ طيب لو احنا كتبنا مثلا شفنا بثمانية عشرين دولار ده في منتجة اسمه دومينا كورل باي تمام؟ شرم الشيخ بيقولي بقى كل حاجة فيه اتنين بدروم فيه واحدة بدروم وفي تكييف وفي تيفي تلفزيون وفي بول فري باركينج جيم تمام؟ واخب برضو ريت عالي جدا برضو بعمل ريزيرف واحجز عادي جدا ما فيش اي مشكلة دي برضو اماكن تانية هي ممكن واحد يحجز فيها ما بتكونش يعني قتيل مسلا تعالوا نشوف ايه ده؟ بزب واحدة وسبعين دولار ده كان بالنسبة تمام؟ آآ 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 الحلو بقى يا جماعة في ده هو بس مش مجرد ان هو بيبقى مسلا ارخص او بيساعدني آآ فان انا مسلا آآ اوفرت من حاجة معينة على حساب حاجة او كلام من ده. انا زي ما قلتلكم انا اول الاختيار بتزبالي بيقى بصراحة القتلات. تاني حاجة اللي هو زي مشرحت لكم قبل كده. هو الفكرة ان مش بس زي ما قلتلكم بيوفر. لا ده كمان اه بيبقى معاك ممكن تختار ان يبقى فيه ناس موجودة معاك او لا. اه فبالتالي بتقدر تعمل معاهم يعني ايه? اه تبادل اه في الثقافات بتقدر ان انت برضه تتكلم معاهم تشوفهم هما نازلين فين هيزوروا ايه? هيروحوا فين? هيجوا منين? اه ممكن يبقى معاك اه يعتبر هما الجروب اللي هو بيبقوا معاك مسلا طول الرحلة بتاعتك تتسلوا مع بعض تنزلوا مع بعض تعشوا مع بعض تتكلموا بالليل في خبارات معاينة في السياحة في اي مسلا بزنس. كل الكلام ده اه بيبقى بالنسبة لكم اه يعني بيبقى لطيف جدا بصراحة. اه اما بقى بالنسبة الهوستل وورد اللي هو الهوستلز. بيقول لك بلان كل الكلام ده. تمام? اه بعمل اه اه اكسبلور. اه بقدر بقى من خلالها ان انا احدد كل انا عايزة بيقول لي اه انت عايز تروح فين? اه فبدوس كده مسلا بيقول لي كارنت لوكيشن انا ممكن مسلا اعمل اه مسلا اه تايلاند. تمام? اه مسلا في بوكت في تايلاند. اه مسلا اه حددت ان هو من يوم تمانية ابريل لغاية يوم حداشر ابريل مسلا يعني فردين تمام? اه او بخليها فرد واحد علشان ايه يبقى الموضوع سهل شوف ان احنا نفهم اكتر. اه بيعمل اه سيرش اه دلوقتي. اه بيقول لي اهو ان اه اه كل الاماكن دي كلها اه تابعة للجايدلاينز بتاعت الكوفيد يعني مفيش فيها اي مشكلة. اه بس بيقول لك اهو فيه يعني رائع جدا. اه واخد تمانية من عشرة في واحد تاني واخد اه تمانية بوينت وان من عشرة. اسعارهم بقى اه تلاتة دولار بيقول لك ان هو بعيد عشرة كيلو عن السنتر. اه اللي هو وسط المدينة تمام? ده برضو خمسة دولار كان بستة دولار. ده عبارة عن اه او بوينت تو كيلو من المدينة. اه ده بعيد اتناشر كيلو تمام? وهكذا ببدأ بقى اللي انا عايزاه واحجزه عادي. اه بطريقة سهلة زي طريقة اه السايد بتاع بي ان بي. اه انا بصراحة لفتني جدا ده بصراحة معرفش ده اسمه زي سنج اه اه اير بورتل. اه ده باتناشر اه دولار تمام? اه وبرده بيقول بتاعته روعة جدا من والريفيوز دي بتاعت مية واتنين فارد. اه خمسة عشرين من السنتر خمسة عشرين كيلو. ماشي. المهم ان انا مسلا هدخل عليه اشوفوه. اتفرج عليه. بصراحة بصراحة عامل ازاي على سعره. يعني حاجة واو. تمام? اه بوكت في تايلاند. اه وكاتبين العيوان بالزبط. اه كل الريفيوز بتاعته اهي. الريفيوز بتاعت الناس بالكتابة اهو. تمام? ايه الحاجات اللي موجودة فيه? فيها فري واي فاي. فيها اير كوندشن تاكيف. فيها اير بورت ترانسفير. يعني ممكن مسلا اه صاحب المكان ممكن يوديك ويجيبك عادي. برضو ممكن ان هي لوكرز مقفولة. تمام? اه برضو اماكن ليت يعني تحط فيها الشنط او الحاجات دي. اه وفيه طبعا فاصلت تانية كتير جدا. اه بصراحة انا شايف فيها كتير جدا. فيه سويمينج بول. فيه اربعة عشرين ساعة موجود. فيه لاندري غسيل. اه فيه برضو تور وترافل تيكت يعني زي مرشدين سياحيين. فيه شي وقهوة فيه اكل وشرب فيه كل حاجة انت عايزها. والمكتوب هو كل حاجة عنده. آآ بابتقى بقى مسلا اختار القوضة. تمام? آآ بيقول لي اهو في قوضة مسلا اربع سرير. آآ بكزا لو انا مسلا رايحين اربع افراد وهكزا رايحين ستة افراد وهكزا رايحين اه آآ وهكزا. كل الاسعار طريبا ما بتتعداش يعني اهو العشرين دولار يعني شايفين الاسعار طبعا تحفى على مكان زي ده في طايلاند يعني اللي هو اصلا يعني لو هقول لكم ايه لو بانسيون هنا آآ مش بس قوتيل ولا فندق مسلا آآ تلات نجوم ولا حاجة. مش هيبقى بالرخص ده ولا بالحلاوة دي. تمام? طيب. آآ تالت حاجة هنتكلم عليها. احنا كده خلصنا وخلصنا البيت. تالت حاجة هنتكلم عليها هي التنقلات. تمام? آآ التنقلات ده عن طريق آآ او سايت اسمه اوميو. تمام? اوميو. ممكن ده وفيه منه سايت اللي هو دوت كوم. تمام? آآ بقدر ان انا احجز من عليه آآ ده اللي هي التنقلات طبعا الداخلية يا جماعة. تمام? بقدر ان انا احجز من عليه باس او او كار او آآ حتى كمان مسلا آآ طيارة. تمام? آآ اقدر احجز من عليهم. الاربع حاجات دول مفيش في اي مشكلة. آآ بقدر احدد آآ منه التاريخ. آآ مسلا انا انا افترض آآ نزلت النهاردة قاعدت في تركيا. آآ قاعدة مسلا في اسطنبول. آآ عايزة مسلا اروح آآ انكارا. آآ بقدر ان انا احجز من عليها. آآ عادي جدا مفيش مشكلة. آآ بكتب آآ معاد اليوم. آآ وبكتب الطبعا التاريخ. باكني باحجز بالزبط في اي حاجة. تمام? آآ بيطلع لي بقى كتير جدا والموعيد. آآ بحدد من عليها وبدفع وعادي جدا مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة للابليكيشن زي يعني. تمام? آآ اللي هو بتاعت التنقلات الداخلية جوه البلد السياحية اللي انا وصلت لها. آآ طبعا فيه تانية ومواقع تانية غير الاوميو. آآ وخصوصا على فكرة في تركيا فيها اماكن كتير جدا. آآ كتير جدا. آآ بتقدر تحكز من عليهم حتى المترو. آآ والتراوم والحاجات دي كلها بتقدر تحكزهم بسهولة جدا مفيش فيها اي مشكلة. آآ ده بالنسبة لبرنامج اوميو اللي لسه كنت مكلماتكم عليه. آآ تمام? هودا شكله. ولي برضو سايت. من سايت على الانترنت. آآ احنا مسلا نفترض ان انا كتبت هو اسطنبول آآ في تركيا. آآ ورايحة على انطاليا. ممكن بقى اختار آآ او ممكن يعني فيه تمام? قلت مسلا يوم عشر ابريل. آآ بيقول لي آآ انت بتدوري على ترين وباس وفلايت اكروس يوروب وكندا. يعني كل يعني هو ممكن يجيب لي كل الكلام ده تمام? آآ بعمل كده. اوكي. المفروض ان هو جايب لي آآ كل حاجة. يعني جايب لي ايه الحاجات اللي ممكن بالقطر. ممكن ايه الحاجات اللي بالاوتوبيس. ممكن ايه الحاجات اللي بالطيارة. طيب بالقطر ما فيش آآ مش جايب لي اي خالص عنه. الاوتوبيس لسه بيدور. الطيران جايب لي من اول ستة وعشرين دولار. تمام? اهو في طيران بيجاسوس. وفي آآ المعيب بقى بتاعتها كلها آآ من دال ده. تخيلوا يا جماعة يعني تيكت الطيران بستة وعشرين دولار. يعني حاجة واوية. تخيلوا يعني يعني مسلا سعر الاوتوبيس اصلا هنا من الكاهرة مسلا شرمة او الغرداء بيبقى اغلق اساسا من الطيران اللي هو الداخلي ما بين الدول دي. مو بعضها ما بين اماكن دي وبعضها. تمام? آآ في حاجات تانية بقى بالبحث يعني ده بالنسبة للاماكن اللي انا كتبتها. ممكن حاجات تطلع تبصت لقيت طلعت آآ ممكن حاجات تطلع بس. ممكن حاجات ما تطلعش طيران والعكس على حسب الكلام. وهنا بقى كتب لي ايه تعليمات لها علاقة بالكوفيد وكبه. وسواء مسلا كمان لو عايز تحجز عبارة آآ برضو ما فيش اي مشكلة خالص. كل الكلام ده بيتم عادي عن طريق وعن طريق مفيش فيها اي مشكلة خالص. طيب. هنتكلم عن رابع حاجة. اللي هي الاكل. طبعا يا جماعة الاكل مهم جدا بالنسبة لنا. آآ ولازم كلنا بنفكر فيه يعني يقول لك عضة قلبي يا بتعضة رغيفي. عادي جدا ان احنا بنرتب له برضو من هنا على فكرة. آآ في ناس آآ بتحب توفر زياد عن اللزوم. يعني بتيجي على بند حساب بند تاني. آآ تقول لك والله لا انا مسلا عايز ان انا آآ آآ كل اخد الاكل معايا آآ من هنا. ااخد معايا بقى كل المعلبات او الحاجات اللي انا اينفع اطبخها هناك. آآ بحيس اقدر اوفر آآ ثمن الاكل. آآ واقدر آآ بتمن الاكل ده اروح بيه آآ مزارات سياحية او ان انا ممكن ابات في آآ بار فاريت في مكان يكون افضل شوية. او ان انا اعمل شوبينج. فكل ده على حسب بتاعي. بس انا بصراحة ما بفضلش الموضوع ده قوي. آآ لان يعني انا مش هبقى فاضية بقى ان انا عاود لسه اطبخ واعمل وكده. وانا بصراحة يعني مش مش شطر قوي في موضوع الطبخ ده. آآ زيادة بقى ومش هيبقى فيه وقت بقى. تمام? آآ ده بالنسبة لموضوع الاكل لو انا هياخد اكل معايا من هنا المعلبات. تمام? فيه برضو حاجة تانية آآ سايت اسمه نوميو او نومبيو. تمام? هي حاجة منهم انا بصراحة لسه مش عارف حد ده بس ايه تقريبا نومبيو. آآ تمام? الصايت ده بقى يا جماعة سحري جدا. بقدر اعرف من خلاله كل حاجة عن البلد اللي انا رايحاها تخص الاكل والشرب. هتقولولي ازاي? يعني مسلا انا لو في مصر ورايحة مسلا آآ فرنسا فرانس. بدخل على الصايت ده طبعا اه هعملكو طبعا آآ الشرح بعد بعد الكتابة آآ بالتفصيل علشان برضو تقدروا تفهموا معايا. آآ آآ نفترض ان انا قعدت في فرانس آآ وعايزة بقى اعرف الدنيا كلها ماشية ازاي بالنسبة للاكل والشرب. فبكتب على الصايت ده آآ فرنسا آآ بيجيب لي اسعار زازة المية. بيجيب لي اسعار الكوكا الكولا. الكولا. الووتر. بيجيب لي اسعار وجبة مكدونالدز. آآ بيجيب لي اسعار المعظم المطاعم الموجودة هناك. آآ بس طبعا كل ده يعني ما بيجيبه ليش بال يعني بالزبط باليورو بالزبط او بالعملة المعاينة بتاعة البلد دي بالزبط. هو بياخد تمام? يعني مسلا نفترض نفترض لو ازاست المية مسلا. مسلا باتنين يورو. آآ مش مش لازم بقى هيكتبها لي اتنين بالزبط. ممكن يكتبها لي تلاتة ممكن يكتبها لي اربعة كتا. طيب. آآ الصايت ده الموقع مش هو على فكرة اللي كاتب الكلام ده ممكن مسلا تقولك ده دولة مزبطة مع مع الصايت ده علشان خطر يعني يجيبوا لهم ناس كتير. يعني تبقى حاجة من ضمن التنشيط السياحة? فلا. الصايت ده آآ مستوا ان هو ناس عاديين جدا بيدخلوا يعملوا آآ عن الحاجات اللي اكلوها وشربوها هناك. الدرينك. والفود. تمام? آآ بس. وآآ بيعملوا بقى الريفيو ده. آآ وبالتالي الصايت بياخد بقى الافرج بتاع كل الكلام ده. وبينزلهولي على اللي هو الصايت بتاعه. تمام? ده علشان خطر لو انا عايزة احدد بتاعتي. قبل آآ مسافر بالنسبة لنقطة الاكل. تمام? تمام? انا هنا بقى دخلت على كتبت www.nambio.com. اه دخاني على السايت بتاع نامبيل قلت لكم عليه. آآ بعد كده. آآ بيقول لي آآ سلكت كانتري. تمام? آآ انا مسلا هقول. هختار. آآ مسلا ايه? تحبوا نختار ايه? نختار فرانس مسلا فرانس. تمام? قبلي بقى ايه بقى? قبلي آآ في المطاعم مسلا تمام? آآ بيقول لي الميل باربعتاشر يورو. الميل فور two persons. آآ بخمسين يورو. مكدونالز ميل وقبت مكدونالز بتمانية آآ يورو. ماشي. البير بكزا. البير التانية بكزا. كابتشينو. آآ يعني رنج بتاعه ب two point eight يورو. البيبسي والكوكاكولا بكزا. الميا بكزا. تمام? آآ بس فهي دي الفكر. بس هو يعني مش لازم يكون اكيرت مية في المية هو بيديني بس الرنج بتاعه. فمسلا هو جاي لي هنا آآ بيقول لي المعيشة في فرنسا آآ يعني 165 في المية هير زين اعلى من مصر. آآ ورينت في فرنسا برضو بآ اعلى من مصر بنسبة يعني مش بطالة. نجرب حاجة تانية نفترض لو انا مسلا آآ جاي من من فرنسا ورايحة على مصر. عشان نشوف برضو الابليكيشن المصدقية بتاعته آآ نظامها ايه. هابوس الاقي ان الواجبة آآ بما تعايد للأفرج بتاعها ستين جنيه آآ آآ لو واجبة غدا آآ لو مسلا في مطعم متوسط آآ لفردين بتلتمية وعشرة تمام آآ آآ واجبة مكدون لزي بتمانين جنيه آآ ممكن الكابتشينو آآ يعني آآ برضو في المطاعم أو ريسترنت الكويسة برضو الأفرج بتاعها سبعة وعشرين جنيه البيبسي بخمسة جنيه المياه بتلاتة جنيه آآ زي ما انا قلتلكم يعني هو مش جايب الحاجة اكيرت مياه في المياه هندرد برسنت لأ بس هو جايب لي اقرب ما يكون للأفرج برضو هقدر ان انا احدد البودجت بتاعتي بناء على اساس البلد ايه تكلفتها او النظام فيها تمام؟ آآ في برضو طريقة تانية لو انا مسلا نفترض مسافرة تركية آآ وعايزة اعرف آآ مثلا نفترض انا بيعجبني جدا جدا الشيف بوراك مسلا آآ فبقى ادخل على بتاعه برضو آآ بجيب من عليه اسعار الحاجات اللي عجبتني وبحط رنج وتمام يعني لو انا عايزة اجرب حاجات معينة بالاضافة الى اللي لو انا هاخد اكل معايا وشور آآ لو انا هدخل على موقع نونبيو اعمل ايه ميزانية لنقطة الاكل اللي انا هاكلها او هشربها تمام؟ آآ طيب بالنسبة للنقطة رقم خمسة اللي هي بقى كلنا بنعشقها وبنموت فيها الاماكن اللي هتتزار معلش يا جماعة زورين يا خطيوحش جدا آآ الاماكن اللي هتتزار طيب آآ فيه ناس بقى بعد ما بتوصل هناك آآ بيقول لك والله مسلا انا عايز اطلع ابص على بورج ايفل او عايز ااخد آآ جولة آآ بالكروز في نهر السين مسلا في فرنسا او اعايز مسلا اروح تركية آآ ومسلا اركب آآ الباخرة آآ او العبارة في جزيرة البصفور يعني اعمل اي ايه حاجة تمام؟ او زور متحف معين او كده طيب آآ اللي ما تعرفهوش بقى يا جماعة ان الواحد لما بيحجز اونلاين حجز اونلاين بيبقى ارخص كتير جدا 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 من لما نحجز من المكان اللي احنا آآ بنزور فيه تمام؟ ومش بس كده ان الونلاين بس آآ بحجز من عليه لهدف ان انا عايز احجز آآ من هنا وخلاص بقى كان نوع من انواع الستايل والبرستيج لأ او ان انا مسلا ما احجز من هناك لأ الفكرة مش في كده الفكرة في الونلاين ان هو بيكون ارخص ده اللي انتم ما تعرفوش تمام؟ آآ من لما احجز في المكان نفسه من المكان نفسه من على كشك التذاكر او شبك التذاكر رقم اتنين آآ ان هو بيمنعني او بيبعدني عن نقطة ان انا اقف في الطابور طابير بتاعة المكان او المزار اللي انا رايح ازوره آآ فبالتالي بيوفر علي وقت كتير جدا آآ في ان انا يعني ما اقفش في الطابور وضيع وقته ولو مسلا الجو سقع او الجو فبقى الجو بيمطر الجو حر مسلا مش قادر استحمل الشمس يعني بتبقى قصة طويلة جدا وعريدة واقف بقى فس الزحمة وضع يزعق وضع يتكلم وكده فما بتبقاش لطيفة خلص موضوع الطابير ده عقبال اصلا يعني بضيع وقت كتير جدا على بال ما اخد بتاعي وابدأ اروح على المزار بتاعي فمش لطيفة ابدا خالص بضيع وقت فيها جامد جدا آآ بس ممكن رقم تلاتة برضو كمان انا مرة رحت مكان آآ كنت في آآ يا ربي كنت فين آآ آآ كنت في اليونان تمام آآ وعايز احجز آآ يعني زي جولة بتبقى زي يوم كامل في في الكروز بلف فيه على كزا جزيرة آآ والله يا جماعة رحت آآ احجز لقيت آآ مساء الخير قلت لهم من فضلكم عايزة تيكت آآ العدد افراد المعين اللي كانوا معي آآ وعايزة الكروز آآ في في النهاردة وكده قال لي لأ معلش يعني الاماكن كلها كومبليت وما فيش اي حاجة خالص تقدري تحجزي من عليها قلت له طب خلاص يا رب بكرة قال لي برضو آآ بكرة كومبليت فكده يعني انا آآ حاجة من البروغرامز بتاعتي يعني وقعت مني او سقطت مني فأنا مش مش هقدر ان انا يعني يعني كده من اخر الوقت بتاعي دوع تمام آآ وانا كنت رايحة اماكن تانية بقى فمزبطة خلاص حاجات تانية اريدي فكان فضلي بس دي طب اعمل ايه العمل فآآ الطريب بقى اخد كروز اوكي في جزر تانية في اليونان بس ما كانتش الواو اللي انا كنت عايزة اروح يعني رحت اوكي آآ يعني في كروز ركبت كروز تانية لجزر تانية آآ بس مش دي اللي انا كنت عايزة آآ ده مسلا بالنسبة للحجز يعني مسلا للتور المعينة اللي انا عايزة اعملها آآ من خلال الموقع آآ قلت لكم مدى ما نقف في التوابير كتير وانا وصلوا ما نلاقيش تزاكر وحاجات دي كلها آآ فانا آآ كل المعلان انا كتبت المكان آآ تمام وقعت بقى اقلب اقلب كده لغاية ما وصلت للمين سايت بتاع مسلا انا كتبت توريفل اللي هو بورج ايفل تمام بيقول لي اهو بسايت تيكتز آآ نيوز انفو كل المعلومات دي تمام آآ بس بيبدأ بيقول لي انت عايز تيكت طب اصلا انت لغتك ايه آآ بس بتقدر ان انت تعمل بتشتري تيكت عادي ما فيش اي مشكلة خالص زي نظام حاجز السنم عادي آآ بيجيب لك الويتنج تايم قد ايه والاصلا الوقت بتاع للزيارة بتفتح امتى وكل الكلام ده آآ ما فيش فيه اي مشكلة خالص وجايب لك بقى معلومات عن المكان وشكله الايفنس القريبة اللي هتبقى موجودة فيه آآ ومنظر رحلة من فوق بيبقى عامل ازاي آآ المسلا الشهادات اللي المكان واخدها كل حاجة لها علاقة بالمكان بصوا الله شكلته بصراحة جميل جدا 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 بيقول لك فيه وستور فوق محلات ومطاعم في كل دور آآ وفيه جيفت شوب برضو يعني يعني بصراحة حاجة حلوة جدا آآ فيه برضو آآ سالون موجود آآ يعني ممكن برضو زي يعني زي صلاة استقبال او حاجة زي كده آآ تمام ده بقى فيه حاجة جميلة قوي 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 بيقول لك لو انت مسلا آآ عيلة لو انت لو انت لو انت لو انت مسلا آآ عندك مسلا اعاقة خاصة آآ صحة في الحاجات دي كلها بيبقى ليهم برضو وحاجات زي كده بتبقى يعني ارخص وبتقدر ان انت تستعمل كل الكلام ده عادي جدا مفيش في اي مشكلة وتقدر برضو تتفرج على آآ ممكن صور اكتر للمكان بقى او ناس منزلينها او الموقع نفسه منزلوها عادي جدا وهكزا بقى بياليها في كل الاماكن السياحية وكل المزارات في جميع الدول يفضل ان احنا نحجز عن طريق يعني السايت نفسه الرئيسي او الموقع الرسمي بتاع المزار اللي احنا رايحينه افضل بكتير وطبعا انا وضحت لكم ليه احنا بنعمل كده آآ سادس حاجة هنتكلم عليها نرقم ستة التأمين الصحي او الهيلف اشورانس تمام التأمين الصحي او الهيلف اشورانس دول آآ بقدر ان انا آآ بقدر ان انا من خلالها آآ ده اتعاقد مسلا مع شركة التأمين الصحي آآ تكون آآ يعني تمام آآ مسلا نفترض ان احنا ممكن نستعمل آآ آآ سايت اسمه سيفتي وينج دوت كوم تمام ده الاشتراك بتاعه باتنين وتلاتين دولار تمام آآ لمدة شهر كامل شهر كامل حالو تمام آآ الاتنين وتلاتين دولار دول بيغطولي ايه بقى بيغطولي آآ تكلفة آآ مشاكل صفر وتأمين صحي بنسبة او اي اشورانس عموما ضمانات بنسبة متين وخمسين الف دولار طول شهر صفر او او شهر كامل يعني معنى اصح تمام زي المشاكل اللي هما بيغطوها لي ممكن مشاكل مرضية حصلت لي عملية حادثة لقدر الله آآ مشكلة بتاعه تمام ممكن آآ رقم اتنين آآ برضو بيغطي لي مسلا مشاكل آآ تأخر الطيارة او ممكن يغطي لي مشاكل مسلا آآ في آآ التكت تكت راح علي آآ آآ اغراض ضعت مني آآ شنط اي حاجة من الحاجات دي كلها الاشورانس ده عن طريق بيقدر باتنين وتلاتين دولار بس يوفر لي لغاية ضمان لغاية متين وخمسين الف دولار لمدة شهر كامل لكل المشاكل اللي احنا تكلمنا عليها دي مش بس ان هو فور ادلت بس لا ده الاطفال آآ حتى سن تمامتاشر سنة كمان حلو كده تمام آآ ده بقى بالنسبة للسايد بتاع تمام لما يجي هدخل عليه استني ايه بس يحمل هو بيقول لي تأمين طبيء للسفر يغطي الاشخاص من جميع انحاء العالم اثناء وجودهم خارج وطنهم وتم تغطية آآ الكوفيد نايتين دي حاجة اوه بصراحة انا بقى لي كتير ما دخلش على الصايد ضمن التغطية تمام آآ الاربع اسابيع باربعين دولار تمام آآ ومتين وخمسين دولار زي ما انا وضحت لكم متين وخمسين الف دولار كحد اقصى تمام آآ بس آآ يعني بصراحة الصايد سهل جدا في الاستعمال وفيه كل حاجة وجاب كل الاعمار يعني كل الناس تنفع نهاية تتعمل لها الكلام ده آآ وجاب لي بقى شوية معلومات عن بنصحة وكل حاجة ليه علاقة بالتأمين آآ والهلس الشورة التابع للسفر برا مصر او او السفر عموما الخارج. آآ سابع حاجة هنتكلم عليها ودي طبعا اغلبنا كلنا يعني ما يقدرش يعدي يوم الا لما نستعمله هو الانترنت. الانترنت ده آآ طبعا آآ ممكن مسلا لو انا آآ او 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 اتصالات او اي حاجة من الحاجات دي كلها لو انا في مصر. وهسفر برا بقى. بقى خدمة العملة بقولهم والله يا جماعة عاملولي يعني آآ معينة وعايز اعمل اللي هو التشغيل النت هناك والخط هناك والحاجات دي كلها تمام? بس دي بتبقى مكلفة جدا ما صراحة جربتها بتبقى مكلفة زيادة عن اللزوم يعني. فممكن ده حل اللي هو بتاع الشركات اللي هي الاتصالات اللي هنا بزبط معهم كل حاجة قبل ما سافر. ممكن رقم اتنين ان انا اعمل حاجة اسمها اشتراك سنوي اسمها اه انترنت. اه انترنت. تمام? اه ده اه اشتراك سنوي اه لكل دول العالم اه بيديني انترنت لكل الدول اقدر ادخل بيه كل الدول العادي مفيش مشكلة حسب الباقة حسب الباقة اللي انا محددها. تمام? اه ده برضو اه حل من ضمن الحلول. تمام? ممكن حل كمان ان انا اول ما ادخل الطيار المطار بيبقى فيه زي اه يعني باكيات كده او او اماكن. مخصصة لبيع اه يعني مسلا الشرايح بتاعة اه ارقام التليفونات والخطوط. اه ممكن بشتري من هناك وممكن بقول لهم مسلا والله يا جماعة دفولي. اه اه مسلا اه باقت نت معينة مسلا لمدة كزا يوم. عادي مفيش مشكلة. ممكن حاجة كمان غير بقى كل الكلام ده اسمه آآ موبي ماتر. الموبي ماتر ده آآ برضو بقدر ان انا احجز من عليه بشتراك معين وبحدد الدات اللي انا عايزاها وبقدر ايه استعمال النت في البلد عادي. مفيش في اي مشكلة خالص. تمام? وده يا جماعة شكل بتاع اللي انا قلت لكم عليه من شوية. آآ دخلت بقى دلوقتي على الابليكيشن بتاع الموبي ماتر. تمام? اهو بيجيب لي بقى دول سبين آآ عشر جيجا بايت لمدة تلاتين يوم. بكزا آآ يوروب مسلا اي سيم اوفر تلاتة جيجا بايت لمدة كزا بالسعر الكزا. تمام? آآ ممكن اجيب اي سيم اشتريها اعمل برضو مفيش اي مشكلة. كل حاجة متاحة عادي جدا على ده وسهل الاستعمال وبنستخدمه دايما على طول وسهل جدا ما فيش فيه اي مشكلة خالص. آآ بتقدر تحدد من عليه البلد اللي انت رايحها. او المعينة اللي انت محددها او عدد اللي انت عايز تستخدمها عادي. آآ وبس وممكن كمان آآ يعني تعمل زي او زي يعني آآ يعني كاملة تنفع تستعملها في كل الدول بدلا وتفضل كل مرة تدخل مسلا الدولة الفلانية وتزبط بتاعتك وكلام من ده. اهو بيقول لك بكزا. تمام? اهي. سانية واحدة. اهو. عشرة جيجابايت يو اس ويوروب وايجيا. آآ كلهم آآ وخمسين كانتري تانية آآ بكم بتمانية وعشرين آآ دولار. تمام? آآ بس يعني في الدنيا سيم تعمل لها وخلاص على كده وبتبدأ بقى تشوف تدفع وخلاص على كده. تمام? ده كل الموضوع. آآ بعد كده نيجي على نقطة رقم تمانية. اللي هي الراحة في المطور. طيب الراحة في المطور دي آآ ممكن اعملها عن طريق حكتين. عن طريق تمام? انا باخد ماشي بقدر ان انا ارتاح فيه شوية. لو انا مسلا نزلت ولفيت وخلصته وتمام وتعبت وعايزة بقى ارتاح. وبيت مسلا في ده شوية او ارتاح فيه شوية قعد في انار او آآ على موقع اسمه برايوريتي باس دوت كوم. ده آآ اشتراك متعدد وردو. اقدر ان انا آآ ادخل بيه آآ المطار آآ في اللانج ده. آآ بعلى حسب برضو انا محددة كم بلد عايزة ادخلها بتوقع زي كرني كده او كرت آآ لحامله آآ بتخش بقى بيه كل اللونجز في كل المطارات بتاعت الدول. وقدر ان انا ارتاح فيه على حسب آآ مسلا آآ الامكانية اللونج ده متوفر او لأ تمام? وده بصراحة بالنسبة لي بيكون افضل كتير. يعني ببقى برضو آآ رايحة اعرف ان اعود اقدي مسلا في المطار ازا ترانزيت او لأ. فممكن اجي برضو ادخل على اللونج هنا لقي برضو كل او خلصان فايه الحال? بس فبقى احجز من هنا بخلص من. آآ وده بالنسبة للسايت بتاع اللي لسه يدلكم عليه من شوية. آآ ليه سايت آآ عادي جدا اهو. آآ وتحت فيه الابليكيشن. آآ برضو ممكن انا اعمله عادي جدا. آآ وبستعمله والدنيا بتبقى سهلة خالص فيه ما فيش اي مشكلة. بقدر ان انا احجز آآ عادي جدا. آآ تمام? ده بالنسبة اهو للا جبت لكم الشكل بتاعهم. آآ الف وتلتمية صالة عادي جدا. آآ بعد كده احنا بقى زي ما قلت لكم بتبقى زي اشتراكات. فيه اساسي آآ بتسعمية دولار آآ في السنة. آآ فيه مسلا آآ بمتين تسعة وتسعين دولار اللي هو المسافر العادي. آآ بعد كده في عرض تاني بربعمية تسعة وعشرين دولار. تمام? بنقي بقى اللي انا عايزي للاشتراك السنوي اللي عاجبني ده وبغيش يبقى فيه عادي جدا ما فيش فيه اي مشكلة. آآ وفيه بقى حاجات مرتبطة بالكوفيد. آآ بيقول لك بقى هنعمل ايه? والقاعدة بتكون ازاي? والحاجات دي. وآآ طبعا مرشدين المطارات بيكون وزول اولوية. آآ بس بتدخل بقى عادي وعادي جدا قادي اهو اللاونجس والحاجات دي كلها بنقدر ان احنا نرتاح فيها. في حاجات سعب بتبقى فيها ممكن حاجة نقاط فيها يعني ايه? بتبقى زي كراسي. بتبقى شوية السرير شوية. وفيه بيبقى لونج عادي كراسي بس. تمام? اهو ممكن اقدر نزل الابليكيشن من على الاب ستور ومن على جوجل بلاي عادي لو انا اندرويد او ايفون. تمام? آآ نيجي بقى على نقطة رقم تسعة. دي بقى النقطة رقم تلك وخلينا شوية في الاخر هنتكلم فيها. نفترض مثلا دولة زي المالديفز. تمام? آآ دي بتحتاج مسلا لما اجي اوصل المطار. آآ طبعا احنا قلنا يعني ايه? من غير فيزا فبتحتاج بس ايه? يعني آآ حاجتين. تذكرة عودة تبقى معي انا مجهزاها. آآ رقم اتنين لازم يكون في حجوزات. حجوزات ليه? تذكرة العودة برضو. ويكون في آآ حجز القوتيل. تمام? كاي? الحل ايه? نفترض انا مسلا يعني آآ حجزت قوتيل معين ولا حاجة وبعدين مسلا آآ عايز اغيره ما عجبنيش كلام من ده بتاعه فممكن انا يكون آآ عن طريق موقع اسمه بست آآ وورد تيكت دوت كوم. تمام? آآ ده بس تكلفته اتناشر دولار. بقدر ان انا احدد من عليه حجوزات الطيران والفنادق لمدة اربعة وعش لمدة تمانية واربعين ساعة. اقدر ان انا آآ بس مجرد حجز سوري كده وقالغيه في اي وقت آآ عادي ما فيش اي مشكلة خالص ابدل بقوتيل برحتي خالص انا ما عنديش اي مشكلة يعني مش هيبقى في اي مشكلة خالص وبتبقى حجوزات حقية وبالتالي بات قبل في المطار وبعدين وعادي ما فيش اي مشكلة خالص. آآ معلش انا كنت وضحت لكم في الاول ان هما تسع نقط فانا حابة ازود نقطة كمان نقطة عشرة. آآ وده بالنسبة اللي قلت لكم عليه من شوية. آآ بس بيقول لك او زي ما احنا اتفقنا ان هو باتناشر دولار. آآ متاحة آآ لغاية اربعة وعشرين ساعة. آآ لغاية سوري تمانية واربعين ساعة. آآ بنقدر ان احنا من خلالها نكتب المعلومات والاسم وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. آآ وآآ كان مسافر وبنبعت ايميل والتيكت وكل حاجة والموعيد ولو فيه مسلا كوبون خاصم او حاجة زي كده. وبعمل بقى بوك ناو. آآ بحجز من عليها عادي جدا سهل ما فيش مشكلة. والحجز بالفعل بيكون يعني آآ حاجة مؤكدة. آآ وبالتالي وانا داخل المطار عادي ما فيش اي مشكلة. بتبقى الدنيا سهلة خالص. آآ وبتتقبل عادي ما بتبقاش ان هي حاجة يعني فيك ولا اي حاجة. النقطة العشرة دي بتقول لازم برضو قبل مسافر اي بلد. ان انا لازم احدد آآ يعني اشوف الجو عامل ايه? الطاقس حالة الطاقس. علشان خاطر اقدر ان انا ازبط نفسي في اللبس اللي انا هروح يعني هلبسه. آآ واقدر ازبط نفسي في الحالة الجوية وكل الكلام ده بحيز برضو آآ ما كونش مسلا رايح واعرف ان البلد دي آآ الجو بتاعها والله لا مش هيكون ساقع بالليل وانا هعمل حساني في صفي الصبح مسلا او العكس تمام? فبرضو الحالة الجو دي آآ مهمة جدا جدا برضو ان انا قبل ما اطلع بكون يعني عارفة آآ كل حاجة ليه علاقة بالجو بقى والكلام ده كل عشان برضو كمان تساعدني بتسهل عليا في تحضير الشمطة بتاعتين افترض انا واخد كمية جواكت غير طبيعية وبصيت لقيت مسلا اول يوم بس هيبقى ساقع وباقي العشرة مثلا لان قاعدهم او الاسبوع او الشهر اي ممكن الجو فيهم مسلا آآ حلو جدا. انا اخدت آآ الشمطة حمولة الفاضي. وزنة على الفاضي زحمة الشمطة على الفاضي مسلا بجمية جواكت وكده طب على ايه? فانا قبل ما بطلع بكون برضو عارفة بتاع الطاقس الموجود في الفترة اللي انا هكون قاعدة فيها آآ هناك. بس كده. ومرسي جدا لاستماعكم. واتمنى يا رب تكونوا مستفدتوا. شكرا.